موسيقى موسيقى مرحبا مرحبا اهلا بكم عزيزينا وتابعين قناة اسلام خليفة على اليوتيوب اهلا بكم في درس جديد من دروس واشتراحات قناتنا على اليوتيوب النهاردة نتكلم عن اقوى برنامج العزل او فصل صوت المغني عن الموسيقى او اللحن بشكل بسيط وتقدر من خلال تسجل تسجل صوتك على اللحن بعد ما حزبت صوت المغني مبدئيا كده قبل ما نخش على موضوع الحالة ونبدأ شرح البرنامج ما تنسوش دعمونا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس واي صفصار او اي تعالية انا تحت امروكو ويلا بنا نخش على موضوع الحالة بس بعد الفاصل ورجعت معاكم مرة تانية مع برنامج سينج بلاي البرنامج موجود في بلاي ستور حاول تحمل تاخد الاسم وتحمله من بلاي ستور مبدئا او ما دفتح البرنامج بيجيب لك القيمة الاستوديو اللي عندك لو انت عايز تطيف اغنية هندوس على اضافة الاغنية دي طوال لدي الاغنية فيها كلام هنوقف الاغنية ونبدأ من اول موسيقى ونبدأ عملية عزل صوت المغني عن اللحن اولا هندوس على زرار الميكروفون اللي على يمين الشاشة عليه علامة الموسيقى هندغط عليه ونبدأ نشغل الموسيقى او الاغنية طبعا زي ما انتم شايفين الصوت او طبقة المغني انخفضت بنسبة 80% وطبعا ما تصدقش اي حد يقولك ان ممكن تحدث صوت المغني عن اللحن بشكل نهائي لا انت بس بتخفض طبقة المغني وبتضيف بعض المؤسرات اللي من خلالها تقدر تمحي صوت او ما يكونش ظاهر في اثناء تشغيل الاغنية طبعا احنا نتغلب على المشكلة دي بالنسبة 100% عن طريق انك تعمل ريكورد الاغنية اللي انت عايز تسجيلها بصوتك على اللحن ده من خلال ضغط على زر الريكورد على شمال الشاشة وتضغط عليه وتبدأ تسجل على الموسيقى نفترض احنا نضغط على التسجيل وهندوس علامة صح وهيبدأ يسجل بعد ثلاث ثواني نفترض انها مكلمكم دلوقتي والصوت طالع في الموسيقى وهنقعد نتكلم مع بعض شوية لحد المصوت بتاعنا يظهر على طبقة اللحن كده وقفنا هندوس نفترض تمام انتوا الصوت بتاعك هيبقى افضل من كده طبعا انا مش انا ما اعرفش انا في الغانو كده فانا قلت اوريكم الفكرة طبعا انا شباب زي ما قلت لكم مفيش اي وسيلة انك تحذف صوت الملحن بشكل او المغني بشكل نهائي من اللحن كل الحكاية انك بتخفض طبقة المغني الى عشرين في المية بعد ما كانت مية في المية فبالتالي صوت المغني واتي لدرجة تسمح انك تقدر تسجل فوقيها صوت او طبقة تانية فتضغل صوتك على صوت المغني ويظهر اللحن بصوتك او الاغنية بصوتك انت اتمنى اشي هاي يكون الفكرة دي وصلت لكم درابة التطبيق هاسف لكم في الديسكريبشن او تقدر تحملوه من بلاي ستور لو ما لايتهوش في الديسكريبشن اسفل الفيديو اسمه سينج بلاي اتمنى تكون الحلقة تكون عجبتكم وما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس واي استفسار واي تعالية انا تحت امركو واشوفكم في حلقة جديدة من حلقات اي كي تيتش على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته